السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع إن شاء الله أنا عايز بس أعلق على حاجة أن سبحان الله موضوع الست اللي طلعت وحكت عن الأذان أنه هو جعير ومجعير وكلام ده يا جماعة الخير الأذان ده شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى وربنا قاله من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب المطلوب من المسلم أنه هو يحترم شعائر الإسلام بتاعته ويحترم أيضا للآخرين يعني أنا كمسلم لازم احترم المسيحي واحترم المكان اللي بيصلي فيه وده النبي أمر نبيه عليه السلام وسيدنا عمر رفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا تهدم من بعده ويخلوه مسجل فأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يا جماعة المسلم يحترم نفسه يحترم غيره مهمة جدا احترم مطلوب في الإسلام لما أجي وأقول على شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى أن هي جعير جعير أذان جعير ما بيصيرش هذا الكلام طبعا تعليقي على اللي هي قالت له أنا مش عايز أعلق وأقول هي اندل على شيء ما عرفش هي نيتي إيه وها بتقول بقى هل فعلا خنها اللفظ وها بتتكلم أو أن هي نيتها مبيتة أن تسيء للأذان أو للإسلام والمسلمين على حد علم أن هي مسلمة باين بظن أن هي مسلمة يمكن مش عارف المهمة ده مش موضوعي موضوعي الأهم من التعليق على الجعير والكلام اللي هي قالته رسالة لوزير الأوقاف المصري يا وزير الأوقاف عندك مساجد ما شاء الله البلد مليانة في مصر فضل الله الحمد لله عايز أقول لك على حاجة حاجة مهمة جدا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا ليه الناس عملت مسابقات ليه أحلى صوت في الغناء ليه الناس عملت مسابقات ليه أحلى مزيع أو أجمل مزيع أو أقوى مزيع عملوا مسابقات للأقوى أكشن والأكترز وغيره 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 ليه ما تعملش مسابقات في مساجد مصر لأحسن مؤزن وتحاول تعمل جود سيليكشن من المؤزنين لأن الأذان ده هو حاجة بنسمحها خمس مرات في اليوم اللي في مصنعه واللي في شغله واللي في ماشي في الشارع واللي في بيته بيسمع الأذان في المساجد والأذان مش جعير الأذان ده حاجة بتنادي الناس عشان يجي يصل يعني حاجة لازم تكون في ميكرافون وتكون عالية عشان الناس تعرف إن فيه أذان وفيه شعيرة من شعيرة الله بترفع اللي هو الأذان اللي بيوقت خمس دقائق أو أقل ثلاث دقائق بالزبط بس ثلاث دقائق ذو اللي بيفروق معنا إزاي لما عبد الله بن زيد الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الأذان قال له اذهب فعلمه لبلال فإنه أندى منك صوت ده كلام النبي ده اسمعه اذهب فعلمه لبلال فإنه إيه أندى منك صوتا بمعنى أن الأذان ده بيسر في القلب والشيء الجميل اللي بيسر في القلب لما سبحان الله بنسمعه خصوصا القرآن الكريم أو الأذان أو الحاجة اللي فيها اسمه ربنا ده بيخلي القلب يليم كده والله اللي قلبه حديد بيليم اللي مش عايز صلي هيروح يصلي إنما أسمع واحد والعياذ بالله أنا بتكلم مش على الأذان بتكلم على الصوت والعياذ بالله بقول للناس حيا على الصلاة وبيعملهم بإيده كده مجوش مجوش حيا على الفلاح وبقول لهم بإيده كده برضه مجوش ما هو صوت بقول لهم مجوش مجوش على الجام مجوش ليه؟ لأن صوته ينفر وإن منكم اللي منفرين صراحة ما قدرش أقول على الأذان جعير وإلا أدبي لا ما قدرش أقول على شعائر من شعائر الله جعير لأنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب دي واحدة حتى القرآن الكريم يعني الرسول العسل بقول ما أذن الله لشيء إلا لنبي يتغنى بالقرآن يعني يعربنا يستمع له واستماع الله سبحانه وتعالى استماعي لقب جلاله عز وجل يحب يستمع له اللي يقرأ القرآن بصوت جميل وقال وزينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بإيه؟ بأصواتكم يا جماعة الخير أنا أحيانا بقف وراء إمام أصلي في الإبلة مجرد ما يقول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ببعز أهرب من الصلاة وقري لعرف أحكام تجويد ولعرف قراءات ولعرف حتى الفتحة والضم والكسرة بكسرها ولعرف يطلع مخارج الحروف كلغة عربية ما القرآن ده لغة عربية القرآن ده إنجليزي ما لغة عربية وموش عارف حتى يقرأ بصوت بصرف نظر بقى على المقامات اللي بقولها الآن والعلوم اللي بيخترعوها الآن عشان يجملوا الأصوات وغيره ما فيش حاجة خالص يعني بتكلم عن الجنة بتحس إنك في قلب النار بتكلم عن النار بيحس إنك في قلب عزو بالله إيه؟ يا جماعة الخير ما ينفعش ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يستمع إلى القرآن غدا طريا فليستمع إليه من قراءة ابن أم عبد عبدالله المسعود والرسول صلى الله عليه وسلم هي أبوينتد سموف دا صحابة تو رساية القرآن أن تتيش القرآن تذي الصحاب اقرأ ابن حضير فإن الملائكة تتنزل لسماعك لسماع القرآن وسيد ابن حضير في المدين الملائكة نزلت كهالة كده من وراء بين السماء والأرض ليه لأن الرجل كان بيقرأ الصحابي القرآن في الليل اقرأ ابن حضير فإن الملائكة تتنزل لسماع القرآن لما النبي على السلام الصحابة يقول له أن أبو موسى الأشعري اليمني أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل زعيم الأشعريين أبو موسى الأشعري بيجمع الصحابة وقاعد بيرتن القرآن لهم اليمنيين عندهم صوت حلو أو ما شاء الله أهل يمن وبعدين الرسول يستمع إلى قراءة من أبو موسى الأشعري فيقول له يا أبو موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود صوتك كان جميل وإنت بتقرأ القرآن قال له يا رسول الله والله لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرها لحبرته لك تحبيرها ده ما كانش أخري ده أنا كنت حاجيب أخري بقى في القرآن يا جماعة دي نداء للناس المسؤولين يا وزير الأوقاف مش هتكلفك حاجة في بعض الدول عملت مسابقات للمؤذنين واللي يقول الأذان ده بيخلي الناس الله العظيم صوته بيسري في القلب ندي جميل جدا بتسمع الأذان كده بيخش هنا بيخش في القلب اللي حالك كده بتروح على الايه تتوضى وتروح تصلي لوحدك إنما اللي يأذن وصوته كده موش عارف حتى يطلع بيعمل نشازه وبيصلي مش عايز أقول جعير الأذان ليس جعيرا الأذان شعيرا من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله وعشانت يا مؤذن تعظم شعيرا من شعائر الله اللي هي الأذان والمؤذن مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن بتصلي خلف الإمام صلاتك مقبولة 100% لأن الإمام ضمن صلاتك فإن أحسن فله وإن أسافه هو حر ويقول لك حطاف ضهر عالم ونطلع سالم وييجي المؤذن مؤتمن على الوقت بتاع الأذان مش عائرة هاني مش عائرة من شعائر الله عز وجل والأذان تعلمناها من الله أكبر لا إله لا فيزياله ولا نخصان لأن دي عبادة توقفية زي صلاة المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين والعشر بركعات من أي شي نلعب فيهم بتخدها زي ما أقوله أز إس كده أبدا توقفين فأنا عايز أقول لأحبتي المسؤولين عشان ما نخليش حد زي فلان أو علان أو حد ما عندوش علم أو حد لسه يعني مش مجاله أن يطلع ويقوم آيل بالأسلوب ده جعير وهبهبة وكلام فاضي من الكلام ده كده ما بيجوز أبدا ما بيجوز نحترم شعائرنا ونحترم شعائر الغير ونحترم بعض ده مهم جدا الوقت السوشيال ميديا والجرائد ما رهاشها للست دي يعني أنا ما دفعش عنها هي غلطت هي أخطأت وخنها اللفظ خنها اللفظة وهي أعلم الله أعلم بنيتها إيه عشان أكون منصف ولكن اللي حايز أقوله صراحة هو يعني أنتو حلته مشاكل الأمة كلها ها؟ حلته مشاكل مصر كلها ها؟ حلته مشاكل الدنيا كلها والإسلام وجيت وتمسكتوا يا سوشيال ميديا في دي ما تعلقوا أحلى حاجات تفيد الناس تفيد المجتمع تفيد الأمة تتعلل الاقتصاد تنظف الشوارع حاجات إيجابية سيبوكوا اكبروا بقى يا سوشيال ميديا اكبروا يا جرائد اكبروا شوية يا الله يا رب العالمين ما بصيرش ما بصيرش الساعات من الدولارات الكتيرة والساعات اللي في الميديا والساعات اللي في التلفزيونات دي دي فلوس دي فلوس ضائعة موظفين وكهرباء وكاميرات واعدادات وابتاعه وشغل كتير قوي قوي وجرائد وحبر واتبع يودي ووزع وعربيات بتجري بجاز عشان ايه؟ وليه؟ ما نخليني إيجابيين ونحاول ننفع بلدنا وننفع شعبنا وننفع الناس أولادنا الجيل اللي جاي دهوت ونتقدم إن شاء الله خليني إيجابيين ولكن أنا ده وجهة نظري أولاً قدرت أقوله من الأشياء اللي هي اللي وردت نصاً في الدين بالنسبة لقراءة القرآن وتجميل الصوت والتغني بالقرآن وتجميل الصوت وتزيين القرآن بالصوت لما نقرأ القرآن وخصوصاً الأذان اللي بيكرر خمس مرات في اليوم وهو نداء للناس عشان تروح تصلي فبلاش عشان خطري ما نخليش نداء للناس ونقلوهم مجوش الجامع لإن صوتي وحش قوي وأنا ما أقدرش أعمل جود يعني بريزنتيشن للأذان بتاع ربنا دهوت لإن صوتي وحش ومش عارف أأزم والله أنا أولا عندي اقتناع إن ما فيش حد في الدين صوت وحش بس هو مش فاهم ما حدش علمه يعمل أذان إزاي لما الشيخ عبد الباصد والشيخ الحسري والشيخ أستاذنا مصطفى اسماعيل والمنشاوي الله يرحمهم علمائنا وقراءنا الكبار اللي ملأوا الأرض بقراءتهم وعلمهم ولحد الأرض بنتعلم منهم آه لما يقرأوا القرآن ما شيخنا الكبار دول كانوا بيقرأوه بيتون ما فيش فيه نجاز مش عايز أقول ما مقامات طبعا مقامات مقامات وعلم كبير ولما يقرأ يدخلك في جو الآية ويدخلك في الآية اللي بتكلم عن خبر أو بتكلم عن جنة وبتكلم يحسيسك أن انت قاعد في الجنة ويصورك اللي قراءة البيانية التصورية علم ده علم كبير لازم نحن نتعلمه ونعرف المؤذن برضو لازم يتحطى تحت اختبارات معينة في مشايخ في مصر علماء كبار في الأظهر ما شاء الله يعمل لهم اختبارات وما ياخدش الميكرافون ويقول الله أكبر فيه اللي إذا كان فعلا هو جدير بصوته الجميل وأداءه الجميل أني فعلا يحبب الناس في الأذان اللي هو شعير من شعائر الله هذا والله أعلم بشوفكم على خير إن شاء الله تابعوني على قناة نور البيان بإذن الله حتلاقوا ما يصركم بإذن الله إن شاء الله سلام عليكم